السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس رجب نصر. ان شاء الله هنالله معنا درس جديد من دروس دورة الكلاسيك كنترول وهنستكمل فيها مجموعة دروس الحسسات او السنسور. والنهاردة هنتكلم عن سويتش سنسور او حساس قياس مستوى السوائل او المستويات عامة. تمام? حساس سنسور او حساس قياس المستويات هو عبارة عن حساس بيقوم بقياس مستوى سائل مستوى معين لسائل وعند وصوله الى مستوى معين يقوم بتغيير وضع النقط بتاعته. هو حساس برضو عادي فكرته ان بنحطه عند مستوى معين ولما السائل ده بيوصل لمستوى ده بيغير وضع النقط بتاعته مغلقة ومفتوحة من مغلقة لمفتوحة ومن مفتوحة لمغلقة. بنستفيد بها طبعا ان احنا بنبعثها لدايرة الكنترول عشان آآ تترجم لنا الكلام ده ممكن تشغل بمب تشغل مضخة تشغل مطور تشغل اي تفتح محابس تقفل محابس آآ زي ما انت عايز حسب التطبيق بتاعك. انواع حساسة المستويات لها انواع مختلفة كتيرة هنشوفها خلال الدرس ده ممكن يكون طويل شوية لكن تابع لحد النهاية. آآ في حساسة مفلوط سويتش العادي اللي احنا عارفينه او العوامة بتاعتنا ديت اهي بشكلها مشهور جدا. ده شكل ده نوع منها وده نوع تاني عوامة. دي عوامة متحركة. ودي عوامة سابتة بتبقى سابتة في جسم الخزان. في حساسة تانية اسمه او حساسات المستويات باستخدام المقاومة الكهربية. وبرضه هنشوف ده تفصيل عامل ازاي? وده شكله وده احد اشكاله يعني. بيبقى الحساس بيبقى له اتنين رد كده. وهنا ده بيدخل طرف الكهرباء او طرف الكابل الكهرباء منه. وده الحساس هنا جوان في المنطقة دي. تمام? في حساس تانية من نوع اسمه حساسات حساسات المستويات السعوي او ودي بيستخدم فكرة عملها كمكسف بنقدر نقيس برضو حق المستوى السائل بي. وفي نوع حساسات برضو اسمه حساس المستويات الضوئي اللي هو بيستخدم برضو يعني ايه نظرية الضوء او الانعكاس الضوء بان هو يقيس مستوى السائل برضو. في نوع برضو اسمه تيوننج فورك هو حساس فيه شكر ان انا بيعمل بيطلع تردد معين وبرضو بيقيس لما يوصل فيه السائل عند النقطة دي التردد بيختلف. وهنا عرف الكلام دوت بالتفصيل خلال هزي الحلقة. آآ نشوف اول حاجة. طبعا هو حساس ده ما احنا قلنا بيستخدم الحساس دي بتستخدم لتحديد منسوب سائل معين داخل خزان عند نقطة معينة. تمام? لو احنا قلنا آآ النوع اللي هو الفلوت سويتش العادي اللي هو الحساس العوامة اللي احنا شايفينها دي. تمام? فكرتها ايه? فكرتها احنا نطلع بس هنطلع برا الصفحة. نشغل كده نشوف فكرتها بشكل عام. هو من جوة تركبها عبارة عن جسم ده كابل بتاعنا. وهنا الحساس هنا في المنطقة ديت. ودي عوامة بتثبت مستوى الفصل والتوصيل. بتغير مستوى متحركة. دي جزء خفيف كده مش مش كهربي. ولكن جزء ميكانيكا بكل ما تحركوا لقدام بيخلي مدة الفصل قليلة. ولما ترجعه وراه يخلي مدة الفصل كبيرة. لما فتحت العوامة كده من داخل الجوة. هتلاقي فيها تفصيلا زي كده داخلية. اهو. بتبقى بالوضع ده كده. لما بتنزل تحت كده. لما بتكفي العوامل تحت بتبقى اتجاه التحت. البيلية دي بتحرك الاتجاه التحت. اهو. ولما ترجع تاني لفوق مرة تانية. لما مستوى السائل بيعلى. خد بالك ان ده مستوى السائل اللي هو الخط دوت. هيعلى. تمام? بيبدأ البيلية دي تعمل هنا. بترجع تاني في الوضع ده. بتعمل هنا بتغير وضع نقطة تلامس موجودة هنا في الحتة دي. في بالتالي نقطة التلامس دي لما تتغير. ايه اللي هيحصل? هتبعتها لدايرة الكنترول. وهتقول لها مسلا زي تشايفين في التطبيق اللي جمي منها ده كده. بتشغل مضخة. بتخلي الخزان يتميلي او يفضع او بتبعت مية من مكان لمكان او اي سائل من اي مكان لمكان. اهو. كده هو شايف انها عالية. لما بتبقى واطية. بيحصل ايه? بيشغل المطور. فيه خزانات رفعة وفيه خزانات استقبال. وحاجات كتيرة جدا بتقدر تستخدمها في حاصلات المستويات دي. نشوف الصفحة اللي بعد منها. تمام? ده النوع التاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو مسبت. بيبقى ده فكرته عامة بيستخدم فيه حاجة اسمها او اللي احنا شفناها في الدروس اللي فاتت. وفيه مع انه نوع رأسي وفيه نوع بيتسبت كده ودي الجزء المتحرك وهنشوفها عاملة ازاي اهو. بيبقى في الحتة المتحركة دي بيبقى فيها رمغناطيس. وهنا الجزء السابت بيبقى فيه سويتش او اللي انتم شايفينه اللي احنا شفناها في الدروس اللي فاتت. ولو انتم ما شفتوش روح برضو بص عليه وارجع تاني. تمام? بيغير وضع النقط عند اقتراب هذا المغناطيس منه. طبعا المغناطيس ده هيتقترب ازاي? عن طريق ارتفاع مستوى السائل من هنا الهنا. تمام? فبالتالي برضو استفاد بالاشارة ديت اللي نبعتها لدايرة بتاعتنا عشان تعمل اكشة معينة تشغل او تشغل تفتح محابس او تقف المحابس. اهو. ده النوع اللي احنا قلنا عليه وده النوع ده ده وده الهورزونتل او الافقي والرأسي. تمام? النوع الرأسي زي منفت في فكريته برضو بيبقى فيه مجنيتك سويتش جوه في الداخل ولما السائل يرفع المجنيت نفسه يخلي مجنيتك سويتش يغير وضع النقط بتاعته يخلقها زي ما تشايفين كده اهي هنا نفس الفكرة. تمام? النوع اللي بعد منه هو حسات المستويات بالمقاومة. بيستخدم فكرة المقاومة القهربية. تمام? هو يعتمد هزا عمل هزا الحساس على استخدام مقاومة السوائل الموصلة. في بعض السوائل بتكون لها ميزة ان هي بتكون موصلة للكهربا. فليها مقاومة. فاي حاجة بتوما متوصلها الموصلة للكهربا بيقاليها درجة مقاومة معينة. فبستخدم انا نظرية المقاومة ديت فيه اشعور بوصول السائل للمستوع معين. وبالتالي يغاير وضع النوع بتاعته او يغاير وضع النوع التلامس. بيبقى شكلها عامة كده اهيه. ده معظم شكل الحسات ديت اللي هي من النوع ده. تمام? وفكرة عامة اهو بيبقى هنا يبقى فيه اتنين رد طالعين من هذا الحساس. والمفروض ان خلال ارتفاع المية الرد ده بيتلامس او بيبقى محط بالمية ديت. فالمية ديت بيبقى لها مقاومة معينة بتبقى على طرفين هذا الرد. على هذا القطبان دي يعني. تمام? فلما تختلف المقاومة ديت عن طريق ارتفاع المية بتبدأ تغير وضع النوع بتاعت التلامس بدايتها. طيب. حساس المستوعات المقامة ممكن فيه نوع بقضيب واحد. اللي هو زي ما تشايفينه كده هو. بيبقى قضيب واحد. وهو بيعتمد ان السائل ده بيبقى موصل. فبينشأ بين القضيب دوت وبين جسم الخزاني المعدني مقاومة معينة. بيبقى لازم يكون معدني. لا بينشأ منه مقاومة كهربية معينة. عند ارتفاع السائل من مستوى الى مستوى اعلى من مستوى الحساس نفسه او القضيب ده. بتتكون المقاومة ديت. فلما تكونت المقاومة دي بيحصل ايه? بيحصل تغيير في وضع النقطة الداخلية لهذا الحساس. وبالتالي طبعا زي ما انت فاهم تبعتها للوحة تعمل معينة. نفس الفكرة فيه حساس مستويات بالمقاومة بس بالقضيبين. هي فكرته بدل ما استخدم الخزان نفسه معدني كقضيب تاني. تمام? لا بستخدم من فيه اتنين قضيب. بيتكون منهم مقاومة كهربية معينة عند ارتفاع معين انت بتبقى حطه واحد بيبقى بطويل كده. والتاني بيبقى اقصر عند الليفل اللي انت محتاجه. تمام? فعند وصول المية عند الليفل اللي انت محتاجه بيتنشأ هذه المقاومة الجديدة ديت الكهربية. وبالتالي يغير وضع النوقات بتاعته. فيه نوع تالت اسمه حساس مستويات مقاومة بس قبان متعددة. اهي. بتبقى شايف انت فاكرته ايه? تلات قبان ادي واحد طويل واحد وسطي واحد اعلى مستوى. اهو. هنا لما يوصل عند اعلى مستوى بتشغل لفوق. ممكن الفوق دي تبقى مضخة. ممكن تبقى حاجة تانية. وممكن لما ينزل تحت هنا عند الليفل معين. ده الليفل انخفاض. بيبدأ يرفع تاني او يشغل مضخة التعويض. اهو ده الليفل التالت اللي هو اللي هو اوطى الليفل دوت اللي هو النقطة المشتركة اللي هي بتكون مقاومات بين القضيب التاني والقضيب الاول او بتكون مقاومة بين القضيب التالت وبين الاول. حساس المستويات المقاومة ممكن استفيد بها ايه? بالتلات مستويات اللي انتو شايفينها. بتبقى مشهورة جدا في السوق. بيبقى عبارة عن اسمه يونت كامل هو وحدة كده اسمها يونت كامل بتبقى كاملة بيبقى فيها مستوى منخفض ومستوى متوسط ومستوى او او نقطة يعني ونقطة متوسطة ونقطة عالية جدا. تمام? بتحس ان هي ايه? بتبعت اشارة لهزا تمام? بتقول له مسلا شغل البمب دي تعويض لما المستوى ينخفض عند مستوى الادنى يخليها تعوض. ولما توصل عند مستوى الاعلى الهنا ده بيتخلي البمب دي تقف وهكزا يبدأ الخزان شغال ويبطل ويشغال ويبطل عن طريق الاشارات اللي هو بياخدها من هزا عن نوع من الحسسات. او زي ما شايفين كده بيبقى فكرة توصيله كده ايه. حسات المستويات بالمقاومة بفكرتها زي ما احنا قلنا كده ان هزا الرود ده الصغير ده بيبقى لو احنا كبرنا شوية وكبرنا قوي بيبقى فيه زي هي الحتة دي اللي هي دي المنطقة اللي بتنشأ منها المقاومة الصغيرة اللي احنا الحساس ده بيقاسها. طيب نخش على على حساس المستويات السعوي اللي هو يعتمد هذا الحساس على استخدام السوائق الغير موصلة. طبعا السوائق الغير موصلة بتبقى يعني غير موصل اللي هي عاملة زي مادة عزلة هي بتبقى اداء الكتريك متريل او بتبقى مادة عزلة بين موصلين. تمام? مكونا مكسف. اي مادة عزلة. محطوبة تحط اي مادة عزلة. ممكن تبقى كيميائية او سائلة او اي نوع او هو عازل بتحط بين موصلين بتكون حاجة اسمها نظرية المكسف بتبقى مكسف. فالمكسف ده لو احنا هنستخدمه خلال هذه السوائل. هنحس ايه بالمستويات عن طريق نظرية المكسف دي. يعني ازاي بيبقى اهي? بيبقى المادة ديت او السائل ده عازل. فبيبقى هنا بيبقى دوت موجود. وهنا ده بيبقى موصل معدني. والجسم المعدني نفسه بتاع الخزان بيبقى موصل معدني. بتنشأ هنا قيمة مكسف معينة بتغير وضع النقط بتاعته. بتغير وضع نقط الحساس. ولو كانت هوى بيبقى لها قيمة اخرى. يعني لو الليفل مسلا تحت هنا. تحت مستوى دوت او هنا. في الحتة دي كده تحت ده. بيبقى المكسف هنا بيبقى كنه العازل نفسه مادة العزلة هوى. لما المية تعلى المادة العزلة تختلف بتبقى مية. فبالتالي تختلف من اختلاف المية من هوى. بيتغير قيمة المكسف ده. وبالتالي الحساس ده بيغير وضع النقط بتاعه. زي ما تشاهدين كده هو. بيبقى رد. بيعتمد على المكسف بين بينه وبين الجسم المعدني. تمام? بيعند وصوله عند مستوى ونخفض. بيشغل هزر ليه او بيعكس بيعكس وضع النقطة ليه. وانعكاس هزر ليه بيروح لروحة الكنترول بيخلي البمب تشتغل تعمل عاملة تعويض. ولما يوصل عند مستوى معين يقف. زي ما تشاهدين كده هو. ليه? بيستخدم هنا النظرية المكسف. تمام? زي ما تشاهدين كده. وصله هيوصل عند مستوى الهاي. في مكسف هنا هينشأ جديد. في الحتة ديت. بيخليه يوقف تعويض. وعمل لحد ما يحصل عملية السحبة مرة تانية والخزانية الخفض مرة تانية. تمام? بيبقى ممكن يكون في حاساس هنا يحس بعملية اللي هو وصل لمستوى منخفض. اهو. فكرته برضو ممكن يستخدم هو نفسه كرد واحد جوه منه بيخش جوه مكسف كرد واحد مش ما يستخدمش الجسم المعدني نفسه. لا الرد نفسه. بيتكون جوه منه المكسف جوه المنطقة دي كده. مكسفين. بيبقى بيبقى جسم معدني جوه منه جسم معدني اخر. يعني جسم معدني رد من اتنين رد معدني او ستوانتين داخل بعض. بيبقى في بينهم من فراغ. يبقى ياما هو واما السائل دوت اللي هو السائل العازل ما ببقاش موصل يعني. طيب حسسات المستويات الضوئية طبعا يعتمد هذا عمل هذا الحساس على الاحساس بكمية دوق معينة. ولو اتغيرت كمية الدوق ديت تمام? عند نقاط معينة بيغير وضع النقاط بتاعته. هنشوفها ازاي برضو. بيبقى دي شكل دي شكل انواع الحساسات ديت. فكرتها هي بيبقى موجودة في قلب سائل معين. السائل طبعا بيبقى لي يعني درجة اه يعني اه انعكاس في الدوق المعين المصلط عليه. غير الهواء او انكسار غير الهواء. فلما يعني زي ما اتشاف كده بيبقى مسلا السائل اهو ده اللي حساس اهو فكرته اهو لو احنا قربناها بيبقى في جزء بيشاع اضاءة والجزء هنا اللي اتشافينه ده بيعمل عملية انعكاس عشان يوصل لجزء الريسيفر هنا مرة تانية. فلما بيكون في الوسط الهوائي يعني بيبقى المستوى السائل لسه موصلش لحد عنده بينعكس بقامة معينة او بتوصل درجة الاضاءة بدرجة معينة. لو انت خدت بالك هنا لو احنا مستوى السائل ارترافع ووصل لحد هنا او وصل لمستوى مرتفع اكتر من مستوى الحاسس نفسه. الاضاءة اللي بتبقى خارجها من المشاع هنا الجزء المشاع ده. تمام? هنا وصلت بكمية معينة. لكن هنا وصلت بكمية اقل او انقسرت منها جزء كبير. فهنا بيحس ان في اختلاف حصل. فبيغير وضع النقط بتاعته برضو مرة تانية لان في جزء من الاضاءات دي بيبقى خرج للوسط السائل ده. ووصل جزء قليل منه. فبيغير وضع النقط برضو على طول منها للوحة الكنترول بتاعتك. في اخر نوع من الحاسات ان احنا ممكن نشوفها معنا في الدرس دوت هو حساس زو الشوكة الرننة. وده حساس ده بيعتمد على بيحس بتغيير في تردد منتج معين. يعني الحاساس ده عبارة عن شوكة كده. زي ما اتوا شايفين صورته كده ايو. بيوصل كهربيا بطريقة معينة. هو بيبقى في حاجة بتنتج تردد معين عن طريق عن طريق الشوكة دي. فالتردد معين ده بيبقى في الهواء بيبقى بيطلع تردد معين. اما في السائل في سائل معين بيختلف هذا التردد عن تردد الهوائي. يعني زي ما شافين كده اهو ده التردد اللي بينشئه هذا الشوكة الرننة ديت. تمام? بيبقى مثلا عبارة عن مثلا خمzuketzung يعني ميت زبزبة في الثانية في الهواء. اما لما بيجي السائل لما يرتفع السائل هذه الميت زبزبة في الثانية بتختلف ما توقعش ميت زبزبة مثلا ممكن توصل لعشرين زبزبات في الثانية. فهنا بيحس باختلاف في الزبزبات. فبالتالي يبدأ يغير برضو وضع النقط بتاعته من الداخل. وكده الحسات اللي هي بتبقى فيها زبزبات او تبقى حسات ضوئية كده انت عارف كويس جدا ان هذا النوع من الحسات بتحتاج لمصدر كهرباء عشان يحصل تخزية للدوائل الالكترونية اللي موجودة بشكل داخلي. اما العوامة اللي موجودة بتستخدم فيها او دي متى بتحتاجش حاجة خالص. دي مجرد مش محتمد على اي حاجة خالص. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله.